فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيد جين لين كون الرئيس مجلس الإدارة للبنك الأسيوي السيد رئيس وزراء مصر وزميلي الدكتور محمد معيت وزير المالية بمصر السيد ماركو بروميرا وزير المالية من جمهورية كوريا السادة المحافظين السيدة والسادة صباح الخير لكم جميعا أولا أود أن أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وكذلك على عقد هذا الاجتماع المهم في هذه البلد الرائعة مصر أنا مسرورة للحق بالاجتماع في شرم الشيخ في هذا الوقت أنا أفخر برؤية ومشاهدة هذا النمو الذي يشهده هذا البنك في عامه الثامن السادة الأعضاء والدول الأعضاء التي نمت بشكل كبير وأيضا لدينا المحافظة الخاصة بنوى نموها الشديد وأيضا مواجهة الأزمات التي مرضنا بها وأيضا أزمة الغذاء أيضا أقدر البنك الأسيا ويليس اسمار في البنية التحتية لدعمه المستمر لكل الدول الأعضاء والتجارة التي تشمل إندونيسيا وشركائنا في تنمية البنية التحتية وكما أننا جميعا نلاحظ فإن الموقف الاقتصادي الدولي يخلق تحديا كبيرا للعديد من الدول والتشتت الجيو السياسي الذي يحدث في كل أنحاء العالم والذي يؤثر على النمو الاقتصادي وأيضا يساعد على زيادة الهشاشة والضعف لأغلب الدول وبصفة خاصة الدول للغضاء في البنك الأسيوي إن النمو الذي حدث هذا العام منخفض ليصل إلى حوالي 2.9% والعديد من الدول النامية والتي تشمل الدول الناشية تحتاج العديد من الموارد الأساسية لمعالجة الموقف التعافي من أثار ما بعد الجائحة وللتنفيذ التمسيزماتها حول التغيير المناخ الدول النامي أيضا تتطلب أن يكون هناك دعما ممزيدا من الدعم والموارد المالية من قبل الدول المتقدمة والبنوك المتعددة للأطراف والقطاع الخاص وبالتالي فإنني أدعو كل الدول المتقدمة والمصارف الإتمانية متعددة الأطراف وبما فيها البنك الأسيوي كي تتفي بالتزاباتها من خلال تقديم المزيد من الامتيازات للدول الأعضاء التي تواجه الموقف الاقتصادي والمالي الحالي ودولنا تحتاج للمزيد من العمل التي تقوم به علاء وعلى ذلك فإنني أدعم الالتزام الخاص بالبنك بتخصيص جزء من ميزانيته للتمويل المناخي ودعم الدول لتحقيق أهدافها المناخية وهذا طموح كبير نسعى لتحقيقه بالتناغم مع الأجندة الخاصة بالوصول إلى صفر انبعاسات كربونية وكذلك خلق منصة خاصة بالآلية وكما ذكر في العام الماضي حتى نستطيع أن نزيد من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق انتقال الطاقة لا يكون هناك تقدم بدون الحاجة المزيد من الطاقة ولكن أنا أيضا مدركين لأهمية أن الطاقة يجب أن تكون تتميز بإمبعاسات أقل من الكربون لذا فإننا جميعا لا يتعلق الأمر بالتحقيق ومعرفة التحديات ولكن كيفية معالجتها من خلال تحقيق التنويل الصحيح وبصفة خاصة في هذه الظروف العالمية الحالية أن أندونيسيا تستخدم المنصة وباعتبارها رئيسا للأسيان وهناك النسخة الثانية من أجند وكذلك العمل الدولي وهذه شروط أساسية للقطاع الخاص ولمشاركته في تمويل الأجندة الخاصة بالمناخ هذه هي كل الخطوات التي نسعى لمشاركتها معكم وكي نصل إلى الحلول وكمؤسسة مالية تعمل مع تعمل بشكل أكثر أكثر استدامة وأكثر حفاظا على البيئة فإننا نحاول أن نخدم الدولة للأعضاء ومن خلال قدراتنا هذه فإنني أعتقد أننا نستطيع أن نلعب دورا كبيرا لتحقيق أهدافنا الخاصة بالبنية الأساسية للمستقبل وأتمنى وأسعى في دعم البنك الأسهوي للإستثمار في البنية التحتية كجزءا من الحل الدولي أتوقف هنا وأتمنى لكم اجتماعا ناجحا ولكم جزيلة شكرا ترجمة نانسي قنقر